تفاؤل كبير سيطر على معسكر الفراعنة في جزيرة هوكايدو شمال اليابان بعد التعادل مع إسبانيا في المباراة الأولى تفاؤل بدد كثيرا من السكون والملل الذين يحيطان بالفريق بسبب القيود التي تحول دون خروجه من مقر إقامته إلا للمباريات أو التدريبات وهي ظروف لم تمنع اللاعبين من التمسك بالشعائر الإسلامية ولكنها من جهة أخرى تساعدهم على التركيز فقط في الميدان قضينا صلاة الجمعة كلنا وكان من الكابتن كريم العراقي ولي بيقول الخطبة كان أكرم توفيق هو اللي قد أمل بالأزان وكلنا كنا متجمعين كلنا الفترات اللي بنزله في الأوتوبيس ما بيعتبر نفسهم إيه يعني فترات اللي بيجوا في التمرين والأوتوبيس والمروح والميجي والقاعدة في الملعب يا دي الحاجات الترفية اللي بنسبه له خلينا أقول اللعيبة هي أكتر المستفدين من الوضع اللي موجود بالنسبة لأنا كجهاز أنا سعيد بالوضع ده لأن أنا في الآخر بنام مرتاح لأننا نعرف إن اللعيب قاعد في قط ومتطمن عليه من كل شيء يعني والله على قد ما هو سجن على قد ما أهم حاجة احنا نكون كلعيبة مبسوطين والفرحة بتبعد أي حاجة رخمة هتلاقي الفرحة بتعديها يعني بس فأهم حاجة احنا دلوقتي جايين لهدف معين مش جايين للنزهة يعني وكده وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نتكتف احنا كلنا كلعيبة مع بعض ونقدر نصعد من المجموعة وإن شاء الله نقدر نعمل حاجة كويسة ليه باسمه مصر بإذن الله تأخر أربعة من لاعب الأهلي في الالتحاق بالمعسكر لم يحل دون مشاركتهم في المباراة الأولى على الرغم من صعوبة الرحلة من المغرب حيث أقيم نهائي دور الأبطال الإفريقي وحتى سابورو حيث استقرت بعثة الفراعينة الأولمبية فعملية التكيف لم تكن سهلة هي كده حاجة الصراحة أول مرة جربة يعني كده سفرية طويلة جدا وكنتش متخيلة أنها تبقى بالتعب ده بس قدرنا أن احنا أول ما نيجي هنا نرايح بشكل كويس ونعمل الريكوفري بتاعنا بشكل كويس بس لا يعني أظن أن احنا لو كنا طلعنا معهم من بدري ومن مصر على توكيو يعني موضوع كان أظن ألز شوية ويعني ما فيه وش التعب اللح السنة أول ما جنا من المغرب بس الحمد لله يعني النهار ده تقريبا اليوم الرابع أو الخامس والحمد لله كل حاجة كويسة التعادل مع إسبانيا لم يكن إلى البداية والهدف الآن الظهور بشكل أقل تخفضا وأكثر جرأة أمام كل من الأرجنتين وأستراليا معنويات مرتفعة في معسكر الفراعنة بعد التعادل مع إسبانيا والأمل كبير في الحفاظ على نسق إيجابي قبل المواجهتين الحاسمتين أمر فامي بيئن سبورت سابورو